أهلا بكم من جديد مشاهدين في السودان طالبت نقابة الصحافيين النيابة العامة بوقف مساءلة منتسبيها بأكثر من قانون في القضايا التي تتعلق بالنشر الصحفي وأعربت النقابة عن رفضها لما وصفته بممارسات ليست عادلة بحق الصحافيين ومساءلتهم بأكثر من قانون وفي أكثر من نيابة متخصصة في قضية واحدة فما هي تحفظات النقابة تجاه القوانين الجديدة وكيف ستتعامل النقابة مع هذه القوانين وهل ستؤدي إلى مزيد من التقييد على عمل الصحافيين وما هو رد الحكومة السودانية على هذه التحفظات تتبع جرائم الفساد في السودان ونشر تفاصيلها أمام الرأي العام مهمة جلبت للصحفي عبد الرحمن العاجب متاعب جسيمة ليس أقلها مواجهته ثمانية بلاغات تحت قوانين مختلفة بسبب نشره تحقيقا استقصائيا يتحدث فيه عن فساد بوزارة اقتصادية مهمة البلاغات التي تم فتحها في مواجهتي هي تحت المادة 25 إشانة السمعة والمادة 26 الشتائم والسباب مع العلم أن هذا التحقيق الذي تم نشره وهو تحقيق يتحدث عن قضية عامة فيه مصلحة عامة لكل السودانيين التحقيق تناول الفساد في وزارة المعادن وفي الشركة السودانية للموارد المعادنية العاجب ليس وحده من تعرض للمحاكمة بقوانين أخرى غير قانون الصحاف والمضوعات الذي يعتبروا صحفيون قانونا مميزا فهناك نحو عشرين صحفيا وجدوا أنفسهم مؤخرا ضحايا لمحاكمات مماثلة أدين فيها بعضهم فيما تم التبرئة آخرين فكثرت القوانين وتقاطعاتها في قضايا النشر الصحفي نهج رفضته نقابة الصحفيين ووصفته بأنه تشويه للعدالة يتم الزج به في قانون المعلوماتية وهو من أسوأ القوانين الموجودة أو المطبغة الآن في السودان إذ ينوص على عقوبة السجن الوجوبي للصحفي وهذا ما لم يكن في السابق مجلس الصحافة والمطبوعات المسؤول عن ترقية أداء الصحافة ومراقبتها تمسك بقانون الصحافة لسنة 2009 لكنه أقر بوجود مشكلة قانونية تواجه الصحفيين وتعهد بحلها التقيت أمس بالسيد النايب العام وشرحت له المعاناة التي يلاقيها زملان الصحفيين بالحراك من نيابة المعلوماتية نحو نيابة الصحافة ومضوات في موضوع واحد وفي قضية واحدة ومقال واحد وهذا أمر بالتأكيد يتنافى مع أبسط قواعد العدالة السودان الذي عرف الصحافة منذ أكثر من مئة عام ما زال الصحفيوه يكابدون للحصول على حرية تمكنهم من ممارسة دورهم المهن بصورة أفضل في بلد تعاني أزمات معقدة كثرت المشكلات التي تواجه الصحافة والصحفيين في السودان سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو غيرها إن عكست تداعياتها بشكل مباشر على المحتوى الصحفي ونسبة توزيع اليومية التي تؤكد التقارير أنها تراجعت بشكل لافت عبدالباق العوض الحرة الخرطوم للمزيد بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم عبد المنعم أبو دريس نقيب الصحافيين السودانيين ومن الخرطوم أيضا فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق أبدأ معك أستاذ عبد المنعم يعني عشرين صحفيا وجدوا نفسهم ضحايا لمحاكمات لماذا برأيك؟ ظلت الصحافة السودانية منذ عقود تعاني من مواجهة تعدد القوانين الصحف السوداني ظل منذ انقلاب يونيو 1989 يواجه قانون محاكمة بموجب قانون الصحافة ثم بالقانون الجنائي ثم قانون السلام العامة ولاحقا أدخل قانون المعلوماتية ولك أن تتخيل أن الصحفي عليه أن يتردد على عدة نيابات في قضية واحدة يمكن أن يعالج الأمر في هذه النيابة يخرج وتطلبه نيابة أخرى فلذلك أصبح هذا سيفا مسلطا على الصحفيين والصحفيات يواجههم يوميا أن عليهم أن يكابدوا في مواجهة إجراءات قانونية متعددة في قضية واحدة في قضية نشر واحدة يعني الحديث حول نشر دعوة نشر الكذب موجود في القانون الجنائي موجود في قانون الصحافة موجود في قانون المعلوماتية الاتهام بتهديد السلام العامة موجود في قانون السلام العامة موجود في القانون الجنائي موجود في قانون الصحافة أنت تقول بأن كثرة القوانين وتقاطعها هو الذي يؤدي إلى عدم معرفة ما هو الصح وما هو الغلط وبالتالي عرقلة عمل الصحفيين هو المعرقلة واحد من الأسباب الأساسية المعرقلة عمل الصحفيين وهي سيف مسلط كأنما تحول هذه المهنة في السودان إلى جريمة يرتكب الصحفي الذي يمارس هذه المهنة ولذلك تسلط عليه كثير من القوانين ويحاكم بعدد من القوانين في قضية واحد في قضية نشر واحدة أستاذ فيصل طرما هو هذا الموضوع من الموضوع التي تعرق العمل الصحفيين لماذا لا يتم تصحيح هذه القوانين وبالتالي عدم تقاطعها مع بعضها كي يكون هناك ضامن لعمل الصحفي هذا صحيح أنا اتفق مع الأستاذ عبد المنعم وابدريس ومع حديثك أن هناك تضارب في القوانين وتداخل في الاختصاصات ويعني في نظرية قانونية معروفة أنه إذا في قانون خاص بتصغط المحاكمة بالقانون العام لكن الممارسة ظلت لسنوات طويلة أن الصحفي يصهر أمام المحكمة ويحاكم بمواد من قوانين متعددة في النظام البايد أيضا كان يضاف إليها قانون الأمضى الوطني فهي مسألة معيقة جدا للعدالة ومعرغلة ومربكة أكثر من ذلك أنه قانون المعلوماتية عندما ظهر للمرة أولى في عام 2007 كان مقصودا به في ذلك الوقت جرائم الإنترنت التي كانت ظهرت حديثا وانتشار السوشال ميديا فتم تصميم هذا الغانون عام 2007 ليناسب الجرائم المرتكبة بالإنترنت في وصائل السوشال ميديا وغيره ولكنه الآن تعمم هناك عضو موضوح في هذه المسألة الحكومة الانتقالية كانت قد بدأت في 2019 في مراجعة هذه القوانين وأوكلت إلى لجنة استشارية مراجعتها وصياغة غوانين جديدة ولكن بعد ذلك بدأ المجهود بتاع النقاش وعدة المسودات الانقلاب العسكري قطع هذا التطور الذي كان ينتظره الصحفيون فترة طويلة وربما يكون العمل كان بطيئا في هذا الأمر ولكنه على الأقل انقطع والأمل أنه إذا عادت وتشكرت حكومة مدنية جديدة أن تخضع هذا الأمر لمزيد من النقاش وتقوم بتعديلات كافية حتى يعرف الصحفي ما له وما عليه ليس هناك بالتأكيد أحد يقول أن الصحفيين فوق القانون أو يجب أن لا يحاكم ولكن نريد أن نتم ذلك بطريقة منظمة جدا وعادلة تضمن العدالة لأطراف المتضررين من النشر والعدالة أيضا للصحفيين الذين يمارسون هذه المينة باعتبار مهنة سامية ونبيلة ويؤدون بها أقراض نبيلة ولا يتوقع مثل هذا المصير الذي فيه تعدد قوانين وفيه إرباك شديد أستاذ عبد المنعم هناك في التقرير الذي استمعنا إليه الصحفي عبد المنعم العاجب الذي صدر بحقه ثمانية بلاغات بسبب فقط نشره تحقيقا استقصائيا فيه نوع من المصلحة العامة وإطلاع المواطنين السودانيين على ما يحصل من فضح للفساد في وزارة اقتصادية مهمة لماذا هذه البلاغات في موضوع يعني ليس فيه الكثير من التضارب بل هو واضح فضح الفساد هل هذا الموضوع بسبب عدم الشفافية هل هناك من أشخاص أو وزارات مستفيدة من استكمال الفساد هو ليس الأستاذ عبد الرحمن العاجب لوحده الآن عشر صحفيين يواجهون بلاغات في نيابات مختلفة ويموجب قوانين مختلفة في قضية واحدة ومن بينهم مواسطة كان هناك عشرين صحفيا يعني وجدوا نفسهم ضحايا للمحاكمات ولكن هذا فقط مثال هؤلاء الآن إجراءاتهم تمضي في نيابات مختلفة يخرج من هذه النيابة وتواجه النيابة الأخرى الواضح أن هذا الإجراء يراد به تعطيل الصحافة في القيام بدورها في الرغابة وفي نشر العمل الشفافية للمصلحة العامة يعني هو من المعلوم أن هذه المواضيع وتقييد عمل الصحفيين لكن نريد أن نعرف سببه يعني هذه البلغات طبعا تقيد عمل الصحفي لكن برأيي لماذا تحصل هذه الأمور ما هو السبب منها من هو المستفيد من عرقلة الصحفيين الذين يفضحون الفساد في السودان المستفيد هي الجهات التي تريد أن تتستل على الفساد لأنها تريد أن تعرق العمل الصحفيين حتى لا يتم كشفها للراية العام وحتى لا يتم محاكمتها أمام محكمة الراية العام عبر وسائط الإعلام هي تريد أن تسكت أصوات الصحفيين وصحفيات وتريد أن تمنعهم من تأدية دور في إضاءة المناطق المعتمة عبر وسائلهم الإعلامية المختلفة لذلك هي لديها مصلحة في إسكاة الصوت الصحفي وهي تستخدم القوانين السارية لهذه الإجرافة تعطيل الصحفيين لك أن تتخيل الأسبوع الماضي لدينا زميل صحفي القضية المشكو فيها في مدينة الأبيض 350 كم غرب الخرطوم البلاغ تم فتحه في الخرطوم عليها أن يسافر 350 كم ليقابل النيابة ثم يعود مرة أخرى لك أن تتخيل هذا العسف والقضية هي قضية نشر صحفي لكن تم فتح البلاغ في نيابة المعلوماتية فواضح أن هذا أمر ممنهج يريد أن يحد من عمل الصحافة ويريد أن يكون سيفاً مسلطاً على الصحفيين لمنعهم من أداء أدوارهم نعم أستاذ فيصل هذا التستر على الفساد وإسكاة الصوت الصحفي ما هو رد الحكومة اليوم على هذه التحفظات الحقيقة ليست أن هناك حكومة منذ أكثر من عام هناك وزراء مكلفون معظم أصلاً وكلاء وتم تكليف ولا يمارسون عملهم كحكومة الأمر الوحيد الذي تم قبل فترة هم زادوا تشديد العقوبات في جرائم المعلوماتية ودي واحدة من المعارك التي نخدمها في المرحلة الانتقالية أن العالم يتجه لأن قضايا النشرة ليست فيها سجن ليست قضايا جنائية تحاكم مدنياً في معظم بلاد العالم بالغرامة وكنا نقول أنه إذا لم نستطع النصل إلى ذلك بخطوة وحدة فلنجد نسهب في خطوات نخفف العقوبات الجنائية بالسجن في قضايا النشر ونتجه إلى تعديل القوانين لكي تكون الغرامة هي العقوبة الأساسية لكن في كثير من بلاد العالم لا يزجن صحفة في قضية النشر فقط يغرم أفتكر أنه يجب أن نمضي في هذا الاتياء أن نقوم بتعديل القوانين بتخفيف العقوبات لأن العقوبات مغلظة ولا تناسب جرائم النشر هذا أيضاً يسيء لدولة إذا كانت تسعى نحو الديمقراطية تسعى نحو انتقال ديمقراطي يفترض أن تمضي نحو المزيد من الانفتاح عادة أستاذ فيصل في العالم الأنظمة التي فيها سيطرة للعسكر على الحكم يكون فيها تقييد للحريات بشكل عام ولعمل الصحافيين هل هذا اليوم ما يحصل في سودان هل تتخوفون من هذا الأمر بأقل من دقيقة لو سمحت بالتأكيد هذا كان يحدث طوال الفترة الفاتت كما ذكرت فترة الحكومة الديمقراطية كان فيه اتجاه لتعديل القوانين مع الأسف فيه قانون قانون جرائب المعلوماتية تم تمريره بمزيد من العقوبات وكانت هناك في تلك الفترة ضغوط من الرأي العام أنه هناك انتشار للأخبار الكاذبة للفيك نيوز للديسينفورميشن للأخبار المضللة وأن هذا الأمر من فلول النظام القديم يستهدف النظام تحت وطأة هذه الضغوط وزارة العدل قامت بتقديم تعديلات فيها مزيد من تشديد العقوبات نحن في وزارة العلام اعترضنا سلمنا مذكرة مكتوبة وقالنا أن تشديد العقوبات لن يحل المشكلة هناك مشكلة في جرائب المعلوماتية أن الأجهزة العدلية غير مليمة بالتقنيات الحديثة إذا تصل بالفضاء الإسفيري والإنترنت وكيفية التعامل معها والمضطوب كان ترقية وتدريب كل الأجهزة العدلية من الشرطة المتحرين النيابة القضاء يتفهم قضايا وتقنيات الحديثة حتى يستطيع أن يحاكم بذهن مفتوح وبمعرفة شكرا لضيفي الكريمين الأستاذ فيصل محمد صالح والأستاذ عبد المنعم أبو دريس على هذه المقابلة ترجمة نانسي قنقر